بختام زيارة الأربعين تهت الهدنة غير المعلنة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وعاد الصراع إلى مرحلة قد تكون أشد من ذي قبل حيث بدأت بنادق الميليشيات تطل برأسها مجددا بعد انعدام الحلول السياسية بين طرف مصر على ترشيح السودان لرئاسة الحكومة وآخر مصر على حل البرلمان ولا خيار وسط بين هذين الخيارين إلا أن تحسم الأمور بالصراع الدموي ليس إلا ففي تطور لافت المسؤول العام لميليشيا السراية تحسين الحميداوي أعلن أن ميليشياته باتت على استعداد تام لحسم أي طار وبسرعة فائقة بحسب وصفه وفي ذلك رسالة واضحة للإطار أن الخيار المسلح مطروح نواب قوة إذا تمسك الإطار بترشيح السودان وتشكيل حكومة جديدة دون حل البرلمان المصادر تشير إلى أن الإطار لن يقدم أي تنازل بخصوص الحكومة الجديدة لكنه ينتظر ما ستسفر عنه الأمور بالاجتماع المزمع عقده مع التيار الصدري من أجل تشكيل حكومة ائتلافية لكن تعنت الصدر برفض اللقاء مع أبرز قيادات الإطار مثل المالك والخزعلي يحكم على الاجتماع بالفشل قبل انعقاده ويجعل منه مجرد استثمار الوقت وإطالة لعمر الأزمة التي لن تنتهي إلا بصدام حذرت منه منظمات أمامية ورأت أن القوى السياسية تزج بميليشياتها في صراع يهدد لاستقرار الهش في البلاد وبالمحصلة فإن كل السيناريوهات المحتملة لن تنقذ العملية السياسية كما رأت ذلك مؤسسة تشاتام هاوس حيث أكدت أن إعادة إجراء الانتخابات لا تساهم في إنقاذ البلاد من الفساد المستشري إذ أنه من الصعب توقع نتائج مختلفة عن الوضع الحالي بسبب عدم ثقة العراقيين بالانتخابات وبالمتنافسين فيها شكرا